موسيقى مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص إذن كما تابعتم مشاهيرية الشروق نيوز كان هذا المؤدن رسول صلى الله عليه وسلم بلال حبشي بلال ابن رباح الذي أدى دوره الممثل الليبي الممثل والإعلامي أيضا والمديع أيضا مديع البارز في ليبيا الشقيقة والذي سنتعرف عليها اليوم في هذا اللقاء الخاص إذن مرحبا أستاذ علي أحمد سالم مساء الخير ومرحبا مرحبا بك أستاذ آسيا شكرا لك وشكرا لأسرة قناة الشروق وشكرا لكل أهلنا في الجزائر الحبيبة شكرا لأيام الوطنية للسيدة المرحومة فتيحة بربار التي دعاني إليها مؤسس ومدير هذه الأيام الأستاذ وليد عبد الله وبالأمس كان الافتتاح وكم سعدت بلقاء الناس وبحفاوة حقيقة الجهة الرسمية سيد والي بو مرداس ونائب وزيرة الثقافة وكل الجمهور حقيقة ومنذ أن وطئت رجلي الجزائر وأنا في حفاوة وتكريم حتى الآن وها أنا أتواصل معك اليوم في هذا الجزائر ونا من يشكرك ونحن من يشكرك على طبعا قبول الدعوة يعني دعوة الحضور إلى هذا اللقاء الخاص لتقديمك أيضا لمحبيك طبعا فيلم الرسالة فيلم خالد ودورك من الأدوار التي ما زالت راسخة في أذهان الجميع يعني سبحان الله هذا صوت الأدان بصوتك يعني صوتك عفوا يعني كان من المشاهد المؤثرة جدا طبعا أو الأدان نرجع لتكريمك في الجزائر قبل ذلك هذا المشهد الذي تابعناه الآن ماذا يمثل لك أستاذ طبعا أنت ذكرت بأن الأذان الأذان الأول اللي شاهدناه الآن هو هذا بصوت أما الصوت الآخر فكان للمرحوم الشيخ عبد الباصل عبد الصمت طبعا لا شك بالفعل يعني أنا الآن ربما لأول لا أقول يعني لأول مرة ولكن انتبهت إلى أني فعلا كنت في على لسان الشخصية طبعا وعلى ظروف الشخصية يختاروني أنا الرسول لكي أكون المؤذن شعرت حقيقة بهذا الاندماج الموجود اللي أتحدو لي من خلال تقديم هذا المشهد نعم أستاذ أيضا عندما نقول فيلم الرسالة أكيد نقول كما قلت العمل الخالد وأيضا العمل الذي لخص لنا الدعوة يعني الدعوة الإسلامية ومسيرة نشر الإسلام يعني من خلال الإسلام أكيد طبعا هذا الفيلم في وقتها تعرضتم أيضا إلى ضغوطات إلى انتقادات طبعا ليس من السهل إقناع الناس بأن تشسيد الصحابة ردوان الله عليهم يعني أمر ممكن وخاصة بالنسبة للبلال بن رباح أو غيره من الشخصيات حمزة عبد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم عمر سيد معمر أكيد أبا لاهب يعني الكثير من الشخصيات حتى مش من الصحابة يعني شخصيات هذه هل كان من السهل التعامل وقتها طبعا على الانتقادات طبعا أن هذا الأمر طبعا أمر إداري يعني لا أتحدث فيه لأنه لم ينلني أو لم يؤثر علي بشيء لكن حسب ما عرفنا أن في البداية كان اسم الفيلم أو الشريط كان محمد رسول الله هذا طبعا خلق نوع من البلبل وخاصة في أمريكا وحسب ما قيل لي وحكى أن الأستاذ العقاد رحمة الله عليه كان المجموعة البلالية عملوا مظاهرات وحسب ما قيل حطموا بعض دور العرض وبذلك تم تغييرها إلى الرسالات The message أو The message كما بالفرنسية قضية الصحابة ظهر الصحابة هذه أمور فعلا يعني تعرضت رغم أن السكريبت أو السيناريو يعني رأينا بأنفسنا وكان موجود معنا موافق عليه من الأزهر لكن نتيجة لبعض تدخلات أخرى فكرية أمور بالشكل هذا بعض ناس لا ترى الصورة يعني الآن بشكل عام المهم إلى ربي يعني أنجح هذا الفيلم الآن حتى الدول اللي كانت رفضة الآن يعرض في دور عرضها وعرض في تلفزيوناتها والحمد لله التشخيص طبعا يعني أنا مع حب الناس يعني صعب فيه أحيانا أن يقرأوا عن شخصية الصحابة أو شخصية الأنبياء ويرو شخص يمثلها فيها يعني محبة أنا أعتبر محبة لكن إذا استطعنا أن نفرق بين الممثل كممثل والشخصية كشخصية نتقبل هذا الأمر لأن السيرة السيرة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب أن نقدمها وكانت مقدمة في منازلنا في زويانا في جوامعنا وكل الوسائل متاحة إلى أن ننشر هذه السيرة لأنها بدون شك هي الإسلام ككل يعني سيرة المصطفى هي الإسلام بدون شك طيب أستاذ علي أحمد سالم ربما السؤال لماذا اخترت أن لا تظهر مجددا هل وصلتك عروض أكيد وصلتك عروض ولكن اخترت أن يكون هذا الدور يعني الأبرز في حياتك الفنية عارف أنك أيضا عملت في أعمال أخرى ولكن هذا الدور البقي الأبرز في مسيرتك الفنية صحيح صحيح صدقت يعني كلام صحيح حقيقة هو يعني كنت حريص حريص أن أنتقي أدواري خصوصا أنني يعني لست محترف للتمثيل لا أتعيش ولا أتكسب منه عملي كان في الإذاعة مذيع وبالنسبة لي التمثيل هواية وشعوري بأن هذه الشخصية وجود يعني عمل يجريها أو يقب في مستواها كان صعب غرض علي كثير من الأشياء لكني رفضت وفعلا كان رفضي حقيقة أعمال عربية أم أعمال ليبيا فقط حتى كان عندي دورة قصيرة في مجال المرئية في فرنسا بعض الناس أخبروني بأن هناك من يريد فأخبرتهم بأنني لا أريد أن أدخل في هذا المجال يعني كان يمكن أن تدخل الاحتراف في فرنسا مثلا لو أردت طبعا لكن الحمد لله وشكرا أنا راضي تمام بهذا الحمد لله يعني ربا خير لم تنله كان شرا لو أتاك تذكرنا هذا البيت من الشعر مع الأستاذ وليد سهلا فأيضا رحمة الله عليه العقاد كان مهتمني نهتم بقضية الإخراج أكثر حتى بأن وطبعا حفاظا على الدور والحمد لله أنا سعيد جدا سعيد بأي عمل أقدمه من خلال التواصل الاجتماعي سواء كان في الإذاعة أو في المرئية أو في تدريب هكذا نعم هذا أردت يعني أن أقدم أيضا الوجه الآخر للأستاذ علي أحمد سالم لأنه ربما من يعرف يعرف أنك ممثل ولكنك أيضا كما قلت مديع يعني ومقدم أخبار أيضا في الإذاعة وكذلك مدرب لمقدمي الأخبار لأنك تتخن اللغة العربية ومحب وعاشق للغة العربية لغة الدارة هذا بفضل الله أنا طبعا لست متخصصا فيها لست عالما بها ولكني أحببتها ومارستها وذلك الممارسة مهمة جدا لأي لغة الاستماع مهم جدا واستماع كما يقول ابن خلدون هو أبو الملكات واللغة يعني إذا ما استعرضنا كيف وصلت أي لغة وصلت عن طريق السمح ومن خلال هذا التلقي وصل يعني العرب مثلا في بداياتهم في بداية اللغة العربية لم يكن يعرف لا فاعل ولا مفعول ولا يعرف هذه الأشياء التي قعدت فيما بعد لكن كان يتكلم بالسليقة التي تلقاها كما نتلقى الآن اللغات الأم لهجاتنا في كل أقطارنا العربية هو هذا الذي يحدث تماما فمن خلال الاستماع ومن خلال حفظ النصوص ومن خلال الاستمرارية في هذا الأمر أستطيع أن أي إنسان يكتسب هذه السليقة وهذه الطبيعة في اللغة عملت مذيع طبعا في البداية بداياتي كانت مع المسرح وأذكر الآن المسرح من خلالكم من خلال قناة الشروق الجميلة الرائعة شكرا أذكر المسرح الشعبي في بنغازي حقيقة هذا المسرح لله ثم له فضل كبير علي أن تخرجته فيه بعد المسرح الإذاعة الإذاعة ثم نشأ عندنا التلفزيون في 24 ديسمبر اللي هو موعد الانتخابات القادمة وأدعو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهلنا لها 24 ديسمبر 68 ظهر التلفزيون أسبوع تقريبا ظهرت على الشاشة الحمد لله كان استقبال الناس ليه الحمد لله وشكرا كان جيدا وكان طيبا الأسدى علي أحمد سالم أنت فقط وصلك أن العقاد المخرج الكبير مصطفى العقاد رحمه الله يبحث عن أو يعامل كاستينج يعني يبحث عن ممثل لهذا الدور وأراد أن يكون سودان أو السومال أو ليبيا ومن هذا الخبر الذي انتشر صحيح تجسد في العمل هل كنت تتوقع وهل كان فيه منافسة هل تقدم لهذا الدور عدد كبير من الممثلين أو المهتمين وقتها هو طبعا أنا سمعت بخبر أن هناك مخرج أمريكي من أصل سوري سيقوم بإخراج فيلم عن الرسالة عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لم أهتم بهذا الأمر يعني في اعتقادي بأن فيلم عالمي يبحث عن ممثلين العالمين ولم يخطر ببالي ولم أعرف أن هذا العمل هو إنتاج عربي وصحيح يعني تنفيذ أمريكي تنفيذ هوليوود بالنسبة للفيلم يعني سجل في هوليوود لكن الإنتاج كان إنتاجا عربيا هو شركة عربية للإنتاج العالمي وكانت مكونة من ليبيا المغرب الكويت ومع بعض أشخاص اعتباريين المهم في طرابلس التقى رحمة الله عليه الأستاذ نصف العقاد بالممثلين في طرابلس التقى بهم وتحدثوا فأخبرهم بأن لديه مشكلة في اختيار دور بلال يعني استطاع أن يتحصل على كل الأدوار اللي في النسخة العربية أقصد ما عدا دور بلال أورد عليه كما قال شخصيات من السودان من مصر من الصومال لكنه لم يقتنع أخبره الزملاء الأحباء أن ما تبغيه موجود في برغازي طبعا كانوا يعرفونني في المسرح وفي الإذاعة وفي التلفزيون وعندك صوت ما شاء الله الحمد لله وشكرا كل هذه نعم من الله لا أملك فيها إطلاق أي فضل المهم فجاء إلى الأعقاد إلى برغازي إلى برغازي التقينا في المسرح الشعبي أيضا نعم وعمل اختبار أو المجاة طبعا سلم طبعا عند علم بي كما ذكرت حضرتك وقف قلينا هكذا يتأملني يتفحصني تعرفين حينما يراك الشخص هكذا طبعا شعور المهم ودخل الزملاء واحد بعد الآخر قبل أن يدخلوا أعطاني السيناريو السيناريو الفيلم سكريبت وركز لي على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف وكان طبعا حسب المعالجة الدرامية على لسان زيد بعتبار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يخرج صورة ولا صوت في الفيلم المهم أخدت الدعاء تأملته قرأته ويعني تفعلت معه بعد ما أكمل من الزملاء في الاختبار دخلت فقال لي هتلا شوف بنفس العبارة هذه السورية باللهجة السورية رحمة الله يعني رب يا رحمة أنا حقيقة يعني أشعر بمحبة خاصة لهذا الرجل وأشعر بأني تحولته إلى صديق له المهم أديت أمامه فكان مبسوط أو سعيد بما أديته وعرفت من تلك اللحظة كان رابيا على الأداء الحمد لله الحمد لله طبعا فيلم الرسالة فيلم نحفظ الكثير يعني إن لم نقل كل ولكن خلينا نقل الكثير من المشاهد حتى الحوارات يعني طبعا لأن العرض طبعا برمجت هذا الفيلم في تقريبا كل المناسبات الدينية على مختلف الشاشات العربية حتى ربما في الدول التي كان ممنوعا أن يعرض فيها مؤخرا شاهدنا أنها يعني الفيلم عرض مؤخرا ربما الكثير من المشاهد مؤترة وإحنا اخترنا مشهد سنتابعه الآن مع متابعي قناة الشروق نيوز وأنت قل أخبرني فيما بعد إن كان هذا المشهد أم هناك مشهد لا زلت متأثرا به إلى اليوم نتابع ثم نعود فلو كنت إنسانا له آلهة فلن تكون غير آلهة سادتك إنني أملك روحك وجسدك منذ اشتريتك يا بلال سأعالجك أملك 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 من هو الأقوى؟ أحد أحد تكلم أحد سيدك أمرضك الأحد أحد أحد ما هو أحد 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 ألم تقض عليه بعد العبد لا يصيح من الألم إنه يثير العبيد أمية أمية مهلا ليس من عرفنا شراء عبد يؤدب تع الصفقة لصاحبها إذن كما قلت اخترنا هذا المشهد لا أدري أنا ربما كمشاهدة أراه من أقوى المشاهد في فيلم الرسالة وآسف دموعك غالي أيضا تفضل هو يعني لا شك لا شك مشهد مؤثر لا شك وأنعم الله علي بأن صادق جدا مندمج في الدول وطبعا قضية الحرية والمعتقد والإيمان وهذا ليس بعيدا عننا إيماننا وحبنا فليس غريب بفضل الله والله أنا لا أرى لنفسي أي فضل في هذا الأمر إلا بفضل الله من أول مرة كان الدور أو قعدت هذا لا هذا كان الحمد لله هذا وأيضا لقطة الحصان من أول مرة كانت من أول مرة الحمد لله وشكرا طبعا أنت عارف أن الفيلم كان نسختين عربية ومليزية طبعا وكان الممثلين الغير عرب بيمثلونا أولا ثم يعني في نفس المشهد يعني هذا يخرج البلال الإنجليزي إذا صح في التعبير ويدخل البلال العرب نسخة الأخرى في نفس اللحظة فأحمد لله وشكرا يعني هذا من ضمن المشهد الأكثر تأثيرا يعني عدا هذا المشهد المشهد الحصان الحصان لأنه طبعا وأيضا كان هذا المشهد هو أول المشهد التي صورت في الفيلم أول مشهد أصوره كان صورة طبعا كان المفروض أن يكون الأستاذ صلاح منصور لكن صارت ظروف وصور بعض يعني تولى تشوفي الفيلم حتلقي بلال مع صلاح منصور نعم مش مع عبدالغني قمر رحمة الله على الجميع وما التوفي لاحظنا أيضا طبعا في هذا المشهد منواصف هند بنته عتبة طبعا هند أيضا أو الفنانة القديرة فنانة السورية منواصف أيضا أبدعت في الدور حتى وإن كان دورا نخليني نقول يعني بالعاطفة عن الدور سلبي أكيد لأنه لم تدخل الإسلام نعم يعني على ذكر هذه الأدوار يعني على ذكر هذه الأدوار لشخصيات مشكار هناها كمشاهدين ولكن أكيد لأنها تأخرت ربما في دخول الإسلام لم نتفاعل معها كثيرا ونحب بعضها أيضا نعم أيضا من الممثلين الليبيين كان الممثل علي سالم قدارة سالم سالم بن قدارة سالم بن قدارة نعم هذا الممثل الليبي أيضا شاءت صدف أن يتقمص دور وحشي قاتل حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الدور كان من الأدوار السلبية التي ربما لم يرحب بها كثيرا في المجتمعات العربية وإسلامية وأيضا خاصة المجتمع الليبي نعم هو طبعا بالنسبة الله يرحم أيضا الله يرحمه نعم نتقل إلى الرفيق الأعلى هو لم يكن ممثلة لا محترف ولا هاوي وكان عامل في شركة الكهرباء والعقاد رحمة الله عليه كان يبحث عن شخصية بهذه المعايير بهذا وكان هذا مجرد دور يعني يقوم بضرب السهم فقط لغيره فكان يحتاج إلى هذا الجسم وهذه الهيئة فقط لغيره وطبعا سبب مشاكل كثيرة يعني حتى أم كرهت فترة قال صحيح ما تردد هو قال في مقابلة أن والدته طردته من المنزل وربما حتى تتدخل شيوخ أنا طبعا لم أسمعه هو يتحدث عن هذا الأمر والناس كانت تروي هذا الأمر كنت أشكك فيه إلى أن ذكره أحد أبنائه فأصبح عندي خلاص لا يمكن أن أعني أفضل يعني فعلا الوالده طردت من تأثري عنه نفس التأثر اللي تفضلت بي وتحدثت عنه هو هذا يعني رغم أن يعني أستبعد هذا الأمر رغم أيضا أني والدتي رحمة الله علي كان عندما ترى هند وهي تضغط برجلها على يدي كانت تتألم وتعتقد أنه حقيقة وهكذا وكانت تدعوك يعني التأثر هو تأثر خطير وهذا خطورة السينما هذا خطورة العمل بشكل عام وهنا طبعا وعينا مهم أكيد طب يجب أن نفرق تماما بين الشخصية التي تمثل والممثلة يعني أين الثرى من الثرية عندما تتحدث عني علي أحمد سالم وتتحدث عن شخصية سيدنا بيلار رضي الله عنه حتى الأولياء والعارفون بالله لا يصلون إلى هذا المقام على الإطلاق لكن أهو مجرد محكاة ومحاولة لتقريب هذه شخصية وحكاية أيضا ما لا يعلمهم بعض المشاهدين أنا حتى نضعهم في الصورة أن الحضور الذي كان قوي في المرسالة حتى مقتفل أتر أظن كان اسمه عيسى عبد الحفير عيسى عبد الحفير توفي هذه السنة فقط هو أيضا ليبي نعم أيضا الكندي الحبيب عم لا جيلي هكا اسمه الحبيب لا جيلي هذا أيضا لا جيلي هذا أيضا من شبابنا اللي تعاقد معهم العقد من كندا يعني ليبي درس في كندا وأيضا مثل في سينما الكندية والأمريكية وتعاقد معه من هنا انتقل إلى رحمة الله أيضا المشهد الأول اللي هو في التعذيب كان فيه الأذان آسف الأذان كان فيه أكثر من خمسة من الليبيين في ذلك هذا مشهد هذا يعني هذا اللي ورايا ومن ناحية هذه نفس الشيء واللي ورا اللي وراه هو الكندي مغرب اللي وراه هذا ليبي أيضا غير المسيدة محمد طهر هذا محمد طهر وهذا أيضا الأستاذ رحمة الله طيب بعد هذا الفيلم كان من الصعب أن ي أستاذ عفتاح الوسيع أيضا هذا كان ضمن لجنة المجلس الإدارة الفيلم كان مندوب ليبيا في الشركة الشرك نعم رحمة الله عليه أيضا رحمهم رحمة الله عليهم جميعا طبعا وأطال الله في عمرك سلم وعلى ذكر الموت يعني طبعا كنت معرضا للإشاعات بشكل غير طبيعي حتى أنني في الشروق نيوز منذ سنة أظن خلال مولد النبوي الشريف عندما تواصلنا عبر الهاتف وكان مرورك عبر الهاتف في تسجيل هاتفي معنا في الشروق نيوز صحيح استغرب المشاهدون وتفاعلوا تفاعلا كبيرا كانوا يظنون أنك فعلا لماذا؟ تعليقاتهم ما زال حي هو يعني استغربوا أنك ما زلت حيا فلماذا هذه الإشاعات يعني عمرها الآن تقريب ست سنوات وهي إشاعات تطلع بالسمرار أكثر من مرة وما زالت تتجدد حتى الآن ويبدو أن هناك بعض اليوم لا أظن أنها ستتجدد بعد هذا اللقاء وبعد تكريمك أيضا في مدينة بمردس على كل حال لكل أجل انكتاب والأجل بيد الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر لن يقدم ولن يؤخرى أكيد نعم أكيد طبعا وطبعا يزعجني يحظ في النفس طبعا أنه وخاصة الأول مرة وثاني مرة وخاصة أول مرة كنت بعيد عن أهلي ولم يكن هناك هذا التواصل الموجود حاليا فكله تأثير كبير لكن وذكرت هذا وأعيده لأن نحن أصحاب مهنة واحدة وهذه المهنة أمانة ورسالة ونبيلة وهي مهنة الإعلام يجب أن نتحقق من أي خبر ويجب أن يكون عندنا أكثر من مصدر حتى ندع أي خبر وخصوصا هذه الأخبار التي يعني تؤذي غيرنا وكذا ومع ذلك أعتبرها نوع من المحبة أدعو لهم الله سبحانه وتعالى بالصلاح ويحسن ختمنا يعني كلنا راحلون لا شك فيها ولا ري أدعو الله بحسن الختم طول العمر إن شاء الله ورب يطول في عمرك أستاذ وكما ذكرت أيضا تكريمك في الجزائر جدا وبالضبط في هذه الأيام المصرحية التي تحمل اسم الممثلة القاديرة الراحلة فتيحة بربار قطع الشك باليقين حضورك اليوم أيضا وإن شاء الله طول العمر بالنسبة للتكريم قبولك الحضور لهذه الدورة التي أشرف عليها الممثل والصحفي أيضا وليد عبد الله يعني لاحظنا الالتفاف وحب الناس وتعلق الجزائريين بك كيف وجدت هذا الالتفاف هذه المحبة الغابرة من الجزائريين نحو شخص طبعا هذه المحبة وهذا الكرم وهذه الحفاوة وجدتها سابقة يعني أنا زرت الجزائر نعم فيما سبق لكن زادها وأكد عليها الدعوة الكريمة التي تلقيتها تقريبا من ثلاث سنوات تقريبا في مهرجان نابل لمسرح الهواء تونس في تونس نعم وكان طبعا اللقاء بالأستاذ وليد وبمجموعة جميلة من معاه وحضرت مسرحية جميلة أيضا وعدت بأني سأتذكرها من خلال عرضها مرة أخرى مسرحية براغيث وكان اللقاء أحببنا بعضنا حقيقة وجدت هذا الحب حق كبير فيهم وكان الوعد من الأستاذ وليد يعني لو دعوناك سلام أهلي وأحبابي ويسعدني ويشرفني هذا وفعلا تم أجر الله على يديه هذه الدعوة وهذا التكريم وفي الحضور وانظري بالله يعني كنت بجانب ابنة السيدة فتيحة بربار هذا شرف كبير لي وكان عن يميني السيد الوالي سيد عمر فطموش يعني حقيقة كنت مهما حاولت أن أقول أن أعبر عما يكنه صدري لهذه اللقاءات الجميلة سيظل عاجز ما وكما يقولون هذا أضعف الإيمان وأنت تستحق طبعا هذا التكريم سلمت وإن شاء الله لن يكون الأخير وعلى ذكر التكريمات أيضا كرمت منذ أربع سنوات أظن من طرف مجلس والوزراء الإعلام العرب الجامعة العربية الجامعة العربية بالقاهرة كانت تكريما رسميا نعم نعم هو كان التكريم إذاعي نعم عن مسارك في الإذاعي الإذاع نعم باعتبار مسيرة الإذاعية وشكرا طبعا لكل من كان له السبب وراء هذا التكريم أعتزبي حقيقة كرمت أيضا من جمعية الدعوة الإسلامية في اليوم العالمي للغة العربية لاهتمامي حقيقة لست وحدي معي أناس لو لا لو لا لا سبحانه وتعالى ولولاهم لم استطعنا أن نقدم هذا شيء لكن رأوني لذلك أهلا فصرت بحصن ضمنهم أهلا حمد لله أيضا من كلية الأداب والتربية في طرابلس وحمد لله وشكرا أنا كل هذا يعني أشعر كل ما حدث لي هذا الأمر أشعر بفضل الله ونعم الله علي أكثر وأكثر وفعلا يعني منطلقي في هذه اللغة هو منطلق حب لا أدعي فيها معرفة ولا علم لا استكاتبا ولا شاعرا ولكني أتذوقها وأحبها وأمارسها ونحن في شهر اللغة العربية أيضا 18 ديسمبر اليوم العالمي عمال الأعمال الدينية مؤخرا في الوطن العربي يعني أصبحت قليلة فيها ربما شح في إنتاج أو الإقبال على إنتاج المسلسلات الدينية أو حتى الأفلام الدينية هل ربما السبب هو هذا يعني الآن صعب جدا ربما العطور على ممثل يتقن اللغة العربية أم يمكننا أن ننتج أعمالا باللهجات يعني هو يعني إذا عرضنا إذا عربنا الحديث عن الرسالة أو عن السيرة أو عن تراثنا العربي حقيقتاً يجب أن يكون بالفصح لماذا لا؟ تفضل السبب الفصحة وبعدين أيضاً الفصحة ليست غريبة نحن في الخطبة خطبة الجمعة بالفصح قرآننا نقرأه بالفصحة نشرات أخبارنا بالفصحة يمكن حتى قضية اللهجات العامية قريبة هذه ليست بعيدة عندنا كثيرة الأمر الثاني ربما تكلفة الأعمال التاريخية والأشياء الكفادية ربما يعني توا عندنا إخوتنا في سوريا يقدمون أعمال التاريخية وبالفصحة وتقبل من كل الناس لكن أهو أيضاً يبحث عن التسويق ربما لا تسوق أيضاً أمر ثاني الرسالة حقيقة يعني طبعت على أي عمل يتناول هذه الرسالة نحن شفنا ربما مسلسل أسمى فرسان الله مهلك رأيتي هذا تقريباً نسخة نفس التصور نفس حتى اللبس ونفس الكذا ونفس الأشياء ربما هذا لكن لو طرقوا موضعات أخرى تراثنا غنيه أكيد طبعاً شكراً أتينا إلى ختم هذا اللقاء طبعاً أود يعني تحدثني فقط يعني تفضل طبعاً تحدثني عن اليوم العالمي للغة العربية اللي هو الثامن عشر من شهر ديسامر من كل عام أيضاً لنا يوم آخر للغة العربية وهو اليوم الأول من شهر مارس وهو اليوم الذي أقرته منظمة التربية والثقافة والعلوم العربية نعم تحتفي به المنظمة في تونس نعم نحن طبعاً في هذين اليومين باستمرار في الجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية نحتفل بهما بندوة صباحية وأمسية ثقافية فنية في المساء بالفصحة وللفصحة تعودنا على هذا حوالي تقريباً لنا ثلاث سنوات الآن وأيضاً بإذن الله طبعاً لن يكون في الثامن عشر ديسامر سيكون في يناير باعتبار أن هذا اليوم سيحتفل بمجمع اللغة العربية ومعظم أعضاء الجمعية مشتركون في مجمع اللغة العربية في غرابلس وسيكونون في هذا الاحتفال فأجلناه إلى يناير واحد مارس سيكون في موعده وشكراً طبعاً لي تحت كل شكر لك أستاذ ليتحدث عن كل هذه الأشياء شكراً لك أستاذ آسيا العفو أستاذ وفعلاً أول مرة ننتقل أول مرة نسمع بعضنا شكراً أيضاً للأستاذ ولي شكراً جزيلاً لك أستاذ إن شاء الله طول العمر وكل التوفيق وشكراً طبعاً للزميل وصديق وليد عبد الله على هذه الفصحة المسرحية وهذا التكريم يعني جميل أن نتمن جهود الشباب يعني الكثير من الشباب في الجزائر لا يعول كثيراً على الوزارة في باعت وإنشاء مهرجانات وأيام في السينما أو في المسرح طبعاً هذه المبادرات استحقت احتضان الدولة لهذا الأمر الذي تجسد لدي في بومرداز بحضور سيد الوالي وباهتمامه وبالثقافة أنا يجعلني أطمئن على مستقبل الشباب بإذن الله في الجزائر الحبيبة وفي كل أخطارنا إن شاء الله شكراً جزيلاً لك شكراً متابعين الشروق نيوز نلتقي مع ضيف آخر في أعداد قادمة وسأعرفونا السلام عليكم اشتركوا في القناة